تظاهر العشرات من الأوكرانيين أمام مكتب الأمم المتحدة في محافظة أربيل مطالبين بإيقاف الحرب على بلادهم من قبل روسيا مطالبين بأن تقوم الأمم المتحدة بالضغط على روسيا للانسحاب من بلادهم ووقف الحرب وأتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسط تصعيدا غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع تركيز على قطاعها المالي اليوم الجائلية الأوكرانية هون الناس اللي أوكرانيين هون وقف طلعنا مظاهرة قدام يوئين مشان نطالب أنه يوقفوا معنا مع أوكرانيا لأنه هنن بالأساس وعدوهم أنه يوقفوا معنا بس وقت صار الحرب ما حدا وقف والكل يعني وقف وما عمل أي شي فنحن بدنا يساعدونا ليوقف هذا الحرب لأنه كل الناس عم تموت ويعني القصف عنيف وأهالينا هنيك كلهم كل هدول أهاليهم عوائلهم هنيك تحت القصف وما حدا بيساعد يعني تخيل أهاليك بتموت وأنت ما فيك تعمل أي شي فنحن بدنا أنه العالم يوقف معنا لنوقف هذا الحرب لأنه بس الناس عم تموت ووقفوا السياسة والقتل نحن بدنا السلام يعني بالأخير ترجمة نانسي قنقر